أخيراً التأم مؤتمر مونترو وجلس وفدى الحكومة والمعارضة لأول مرة وجهاً لوجه كلمات ومواقف ركزت في جزء كبير منها على ضرورة أن يكون جنب واحد أساساً لجنب اثنين لكن ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في ختام المؤتمر أن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد يقرره الشعب السوري قد يحمل مروحة واسعة من التساؤلات وخصوصاً حول ما اتفقت عليه موسكو وواشنطن بعلم باريس وأبلغته مصادر أمريكية للميادين أن أمريكا وصلت إلى قناعة مشتركة مع روسيا بأنه لا يمكن استبدال الأسد بإسلاميين قد يكون ما قالته المصادر للميادين وما أعلنه بانكيمون هو الصورة التي ستسير عليها المفاوضات تحت سقف التفاهمات بين الكبار انطلاقاً من الجمعة المقبل ولمدة أسبوع هل أسقط مؤتمر مونترو شعار إسقاط الأسد عملياً ليبقى أعلمياً فقط؟ وهنا خطف وليد المعلم الأضواء عندما خاطب نظيره جان كاري بالخطوط الحمراء وخصوصاً حول الرئيس الأسد هل يقبل الوفد السوري لقاءاً مباشراً مع المعارضين الذين شاركوا في المؤتمر من دون باقي أطياف المعارضة؟ ذهبت كل الأطراف المدعوة وهيبت إيران فكانت الخاضر القوي تأييداً لمشاركتها أو انتقاداً لدعمها سوريا أمريكا ومعها خلفاؤها حملوا شعار السلطة الانتقالية فيما الوفد السوري ومعه خلفاؤه وعلى رأسهم روسيا شددوا على عنوان مكافحة الإرهاب أما الدول العربية فقد تبينت وتمايزت في الموقف من النظام والمعارضة هل هو مؤتمر من أجل سوريا أم لحسابات موازين القوى الدولية الجديدة؟ هذا الملف سيكون محور المسائي الوحيد ولمدة ساعتين وقف قبل ذلك مع موجز للأنباء من غرفة الأخبار أهلاً بكم مشاهدينا قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر أشار عمار سعداني أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية المرتقبة في السبع عشر من أبريل نيسان المقبل أشار سعداني إلى أن جميع فروع الحزب قد دعت الرئيسة إلى ترشح لولاية رابعة بصفة أمين عام أعلن على أن الرئيس أراهما ترشح والإعلان سيتم من طرفه في اليوم الذي يراه هو مناسب في تونس نظمت لائحة القومي العربي وقفة أمام وزارة الخرجية للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا هذا وقد شارك في هذه الوقفة عدد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب ذات المرجعية القومية من تونس وسوريا وردد المجتمعون شعارات تطالب بالإسراء في إعادة العلاقات الدبلوماسية معبرين عن دعمهم لسوريا في العراق أعلنت وزارة الدفاع نغارات جوية شنها الجيش في محافظة الأنبار غرب البلاد ددت إلى مقتل خمسين مسلحا وضف بيان للوزارة أن قوات الأمن طلقت معلومة دقيقة أتاحت لها شن غارات جوية موجعة وفعالة على تجمعات للإرهابيين في الأنبار يوم أمس وأشار البيان إلى وجود أجانب بين المسلحين القتلى في اليمن سقط العشرات بين قتيل وجريح في تجدد الاشتباكات بين مسلحين من أنصار الله وقبيلة الأحمر في مدينة عمران شمال اليمن مصدر محلي قال للميادين أن أسلحة ثقيلة ومتوسطة ورشاشة استخدمت في الاشتباكات عند جبهة خيوان في حوث مصدر من جماعة الحوثيين وضح أن المواجهات وقعت بعد إقدام عناصر وصفهم بالتكفيريين على قطع طريق واحتجاز المرة في منطقة بني غثيمة فيما يقول مسلح الأحمر أنهم يصدون هجمات متتالية لمسلحي الحوثيين في أوكرانيا قتل متظاهران في صفوف المحتجين على سياسة الحكومة أحدهما تعرض لإطلاق نار وسط العاصمة كييف مصدر في المعارضة الأوكرانية تهم الشرطة بالتسبب بمقتل محتج برصاص قناص فيما سقط الثاني نتيجة مواجهات تجددت خلال النهار في ساحة الاستقلال نبدأ مما نقله موفد الميادين إلى مدينة مونترو السويسرية التي تستضيف مؤتمر جناب 2 عن مصدر ما نقله عن مصدر أمريكي قوله أنه لا يمكن استبدال السلطة التي يقودها الرئيس السوري بشار الأسد بنظام إسلامي أضافت المصادر أن الاتفاق على هذا الأمر جرى مع الجانبين الروسي والفرنسي وأشار المصدر الأمريكي إلى التمسك بالحديث عن مصير الرئيس الأسد لافتا إلى أن واشنطن أصبحت أكثر واقعية المصدر لم يمفي وجود اتصالات أمريكية مع السلطة السورية وتساءل من قال أن هذه الاتصالات غير موجودة كذلك نقلت بعثة الميادين عن مصادر الوفد السوري الموجود في مونترو رفضها قبول ممرات إنسانية وقالت أن السلطات ستسهل إيصال الإمدادات الغذائية وأكدت المصادر للميادين أن لا تبادل أو إطلاقا شاملا لسجناء والمعتقلين بل سيكون هناك تبادل عبر ترتيبات محددة أضافت مصادر الوفد السوري أن التفاهم على أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتبعه دخول الشرطة السورية إلى مناطق الاشتباك ما نقله موفد الميادين عن مصدر أمريكي حول التفاهمات الروسية الأمريكية وإبلاغها لفرنسا قاله الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون خلال مؤتمر صحفي مسترك مع لخضر الإبراهيمي أن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد يقرره الشعب السوري لافتا إلى أن العناصر الخارجيين لن يجدوا مكانا لهم في سوريا حين يتوحد الشعب لا أحد يمكنه تحديد مستقبل الرئيس بشار الأسد سوى الشعب السوري ولن يجد العناصر الخارجيون مكانا لهم في سوريا حين يقف الشعب السوري متحدا وزير الخارجية الروسي سيرجيل أفراف الذي وصف بمهندس المؤتمر أعرب في رده على أسئلة الميادين عن ثقته بأن المفاوضات المباشرة بين الطرفين السوريين ستنطلق الجمعة وتستمر أسبوعا لدينا ثقة بأن المفاوضات المباشرة بين الطرفين السوريين ستنطلق الجمعة وتستمر أسبوعا هذا ما أكده لنا الطرفان ولكي لا تنقطع المفاوضات ينبغي ممارسة التأثير في الطرفين مهما حدث لدينا تأكيدات من الحكومة السورية بأن وفدها جاء إلى هنا بنيات جادة ولن يغلق الباب ويغادر كذلك التقيت برئيسها لإتلاف أحمد الجربة وقال أن المعارضة ستبذل قصار الجهد للتوصل إلى اتفاق هنا أود الإشارة إلى وجود تفاهم تام من بيننا وبين الأمم المتحدة والولايات المتحدة كذلك أكد لي جون كيري ضرورة ممارسة الضغط على الطرفين كي لا يغادراء طاولة المفاوضات لدى شركائنا الأمريكيين والأوروبيين والمعارضة رغبة في تفسير بيان جونيف واحد فقط من زاوية تغيير النظام لكننا أكدنا للجميع أن المبدأ الذي أرسي في البيان ينص على تحقيق توافق بين الحكومة والمعارضة لمعالجة مشاكل البلاد ويتضمن البيان أيضا ضرورة انخراط أطياف المجتمع السوري كاملة في الحوار وهذا ما يجب أن نعمل على تحقيقه وقال لفروف أن بعض الخطوات الإنسانية هي من القضايا الملحة لتحقيق تقدم ما بغرض إنجاح هذه المفاوضات يجب القيام أولا بخطوات بسيطة في القضايا الإنسانية مثلا كتبادل الأسرة والمحتجزين والرهائن وإصال المساعدات للمتضررين لدينا شعور بأن الطرفين السوريين مستعدان للقيام بخطوات عملية لإصال المساعدات الغذائية لسكان حلب لتخفيف معاناتهم والآن يدور الحديث عن شيء مشابه في حمص وأكد لنا اللعبون الخارجيون المؤثرون في الجماعات المسلحة الناشطة هناك بأن هذه الجماعات ستكون مستعدة للموافقة على تأمين ممرات إنسانية الوفد السوري أكد لنا بدوره استعداده للتعاون في هذا الشأن وعن دور إيران أكد لفروف أن غالبية الدول تعتبره مهما وهناك ضرورة لمشاركتها في عملية التفاوط أما ما يتعلق بدور إيران فقد تحدثت إلى كثيرين بل إلى غالبية المشاركين في المؤتمر حول هذا الأمر ولم أسمع من أحد منهم أن الصيغة الحالية لمشاركة اللاعبين الخارجيين هي الأفضل جميعهم قالوا في النقاشات المفتوحة أن إيران تؤدي دورا مهما للغاية في الشأن السوري ويجب إيجاد طريقة لإشراقها في المفاوضات واعتقد أن المنطقة السليم سينتصر في نهاية المطاف وسوف نجد صيغة ما لمشاركة إيران وفي مؤتمر صحفي بعد المؤتمر شدد وزير الخارجي الأمريكي جون كيري على أن الحل السياسي هو الوحيد القابل للحياة في سوريا لافتا إلى أن المحادثات تتطلب وقتا طويلا ولفتا إلى أن عدد الإرهابيين في سوريا غير مقبول وأكبر من قدرة أي دولة على توفير الحماية لمواطنها إن الحل السياسي هو الوحيد القابل للحياة في سوريا وما أنجزناه اليوم ليس سوى البداية بالنسبة إلى الحل في البلاد نتوقع ردما تدريجيا للهوة بين طرفين نزاع ولا نتوقع شيئا مفاجئا وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك مكان في سوريا لشخص سمح بقتل شعبه من الصعب تحقيق السلام في سوريا في ظل بقاء الأسد أما فيما يتعلق بجينيف 2 فالمفاوضات ستبدأ رسميا يوم الجمعة ويجب أن اعترف أن المحادثات تتطلب وقتا طويلا أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فلم يسحب أي احتمال بالنسبة إلى سوريا بما في ذلك الخيار العسكري جلسة افتتاح مؤتمر جينيف 2 سجلت جدلا ديبلوماسيا بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية السوري حول مدة كلمة الأخير الجلسة شهدت أيضا تصادما في المواقف بين المعلم وأحمد الجربة رئيس الاتلاف السوري المعارض ديما نصيف رصدت هذه الأجواء في التقرير التالي من مونترو إذا كان لكل مؤتمر علامة فارقة تجذب الصحفيين فقد كان وليد المعلم العنوان الأبرز لافتتاح جينيف 2 في مونترو ليس فقط في هجومه على السعودية وتركيا وإنما بإطالة كلمته متجاوزا الوقت المخصص والتجدل الديبلوماسي الذي يتقنه رئيس الوفد السوري المفاوض ببرودة أعصابه المعهودة سألخص كلمتي وسأختتم بجملة واحدة بعد جملة واحدة حسنا فقط حافظ على وعدك سوريا دائما تحافظ على وعودها التجدل الديبلوماسي انتهى على خير خلافا للتصادم الكلامي في خطابي المعلم ورئيس الوفد المعارض أحمد الجربة لا أحد في العالم سيد كيري لا أحد في العالم له الحق بإطفاء الشرعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سوريا إلا السوريون أنفسهم هذا حقهم وواجبهم الدستوري وما سيتم الاتفاق عليه هنا مهما كان سيقضع للاستفتاء الشعبي فنحن مقولون هنا بنقل ما يريده الشعب لا بتقرير مصيره وأي حديث عن بقاء الأسد بأي صورة من الصور في السلطة هو خروج بجنيف 2 عن مساره لذلك نشدد على أننا لسنا بوارد مناقشة أي أمر في عملية التفاوض قبل البت الكامل بهذه التفاصيل رغم كل التشنج فإن قرار التفاوض اتخذ سيبدأ الجمعة في جنيف وينتهي بعد أسبوع ليعود كل طرف ويتشاور مع قيادته وبعدها سيعرف ما إذا كانت الأولوية في التفاوض إنسانية وأمنية كما تريد السلطة السورية وحلفاؤها أو نقل السلطة كما يريدها خصومها وحلفاؤهم من الواضح أن هناك هوة كبيرة بين الطرفين لا يمكن جسرها من خلال استعراض إعلامي كالذي رأيناه في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جنيف 2 هنا في مونترو وهو ما ستحدده المفاوضات فيما بعد ولكن من الواضح أيضا أن هناك خللا في موازن القوى لمصلحة النظام السوري من خلال استناد وزير الخارجية وليد المعلم إلى معطيات سياسية وميدانية خلال كلمته بينما ذهب رئيس الائتلاف السوري المعارض إلى رفع سقف المطالب لدرجة إسقاط النظام ورحيل الرئيس الأسد وأيضا محاكمته وأن يكون كل ذلك خلال مدة زمنية محددة من مدينة مونترو السويسرية ديمان نصيف الميادين وعلى بعد أمتار من مكان عقاد مؤتمر جنيف 2 في مونترو تظاهر مئات من السوريين والعرب تأييدا لرئيس السوري بشار الأسد وقد رفع المشاركون الأعلام السورية ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس الأسد وضد الإرهاب وعبر المشاركون عن دعمهم لمواقف وفد الحكومة السورية المشارك في المؤتمر أنا جايل حتى أقول أنه أنا مع سوريا بلدي ومع أسد لأنه حماها ونحن ضد الإرهاب وضد اللي عبر السورية طبعاً أكيد حضرنا اليوم بإيماننا بالحكومة السورية وبالشخص الرئيس بشار الأسد وبالدفاعنا عن حقوق الشعب السوري ضد القتل والإرهاب اللي يضرب بلدهم نحن أكيد نعرف أنه هذا الإرهاب اللي يضرب البلد هو نفس الإرهاب اللي ضرب بلدنا وينضم إلينا هنا في الستوديو الباحث والمحلل السياسي سعد بن عمر ومن طهران معنا مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية أمير موسوي ومن عمان ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي نبيل غيشان أهلا بكم جميعاً أبدأ معك سيد سعد أولاً ما أبرز ما دونته من ملاحظات طيلة هذا اليوم خلال متابعتك للمؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحقيقة حريم بنا أن نستذكر ثلاثة وقائع قبل حدوث المؤتمر أولاً هذه الوقائع الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الخمسة زايد واحد رقم اثنين الاتفاق الكيمائي السوري الرقم ثلاثة تقدم القوات النظامية على الأرض أما على المؤتمر فهناك أيضاً ثلاثة ملاحظات يعني هذه قبل أن نتجاوز هذه نقاط ثلاثة مهدت أو ساعدت أو ساهمت في كل ما يزري اليوم بالمؤتمر نبدو كل هذه في وجهة نظري كل هذه الثلاثة الوقائع الاتفاق النووي الإيراني الاتفاق الكيميائي السوري وتقدم الجيش النظامي في عدة مواقع على الأرض وانحسار الجيش الحر والاشتباكات الداخلة بين المنظمات الإسلامية ودخول داعش على الخط أيضاً كل هذه الأمور ساعدت أدت إلى إنعقاد المؤتمر ونزول كثير من الأعضاء سواء من التلاف السوري أو من الحكومة السورية في التسابق للحضور إلى المؤتمر أما بالنسبة للمؤتمر فأعتقد هناك أيضاً ثلاثة ملاحظات ولهذه الملاحظات أن ارتفاع سقف المطالب من كل الجانبين اثنين شعور المؤتمر الدولي شعور المجتمع الدولي بالمعاناة الإنسانية السورية ثلاثة أيضاً التلمس خطر المنظمات المتطرفة في سوريا كل هذه الثلاثة اليوم وجدنا لها صيتاً وأثراً داخل المؤتمر فإذا أردت أن نشرح لك كل فقرة منها لصالح من أولاً كانت الأمور التمهيدية لصالح من؟ لصالح وفد الحكومة أو المعارضة ومن ثم ارتفاع سقف المطالب والمعاناة السورية والخطر المنظمات المتطرفة هل صبت كلها بصالح النظام ربما كما قرأها البعض؟ لا هي الحقيقة كانت واقعاً في المؤتمر يعني الوفد السوري رفع سقف المطالب ووفد المعارضة رفع سقف المطالب ولكن بعد غد عندما يبدأ المؤتمر الحقيقي والمباحثات المباشرة أكيد ستترك هذه المطالب على جنب ويبدأ في المناقشة الرئيسية لما حضر المؤتمرين من شأنه أما المعاناة الإنسانية فهذا شيء واقع ملموس 130 ألف قتيل حسب الإحصاء المتعرف عليه لكن هناك ألاف الجرحى هناك ألاف المفقودين والأرامل عاد عن النازحين يعني في أكثر من ثلاثة ملايين نازحين هناك شعور عالمي بالمعاناة وهناك إجماع دولي على وجوب إيقاف هذه الحرب فأعتقد أنه من العيب أن العالم الخارجي يحن على سوريا أكثر من أبنائها سواء في الدولة أو في المعارضة لا بس كان هذا واضحا في كلمة وزير الخارجية وليد المعلم تكلم بإسهاب عن المعاناة الإنسانية في سوريا وكيف يتم التعامل معها من قبل المجتمع الدولي ما في شك وليد المعلم أسهب في معاناة الشعب السوري وحتى جون كيري وحتى الرئيس الوفد السوري كل الروسي آسف لا تقول أنه لن يكون أحد أحن على الشعب السوري من أبنائه يعني وزير الخارجية حمل هذا وكان واضح بكلامه أنا أوجه كلامي لأنه يجب أن الأخوة السوريون سواء من الداخل أو المعارضة يلتفتوا لهذه المعاناة التي صارت على كل شفاه في المؤتمر على أسنة جميع المؤتمرين لذلك هم أحن وهم أولى وهم الأجدر بتلمس معاناة هذا الشعب في طول هذه الثلاث السنوات وأن يتركوا عنهم الأنانية الشخصية أو ما غير ذلك ويتجهوا على طاولة واحدة يدرسوا سبيل الوصول إلى حل لهذه الأزمة وأعتقد الحل هو مقدما حاصل أو مكتوب أو متفق عليه بين اللاعبين الرئيسيين في العالم ولكن هناك يجب أن نجلس على طاولة حتى توثق سنتحدث عن ما هو تحت الطاولة ما يحكى تحت الطاولة وما يحكى فوق الطاولة أو على الإعلام ويبدو أن هناك لغة مزدوجة أو لغتين مختلفتين إن كان بالنسبة للغرب أو للمعارضة أو لمعظم من يشارك سمح لي أن أنتقل إلى سيد أمير موسوي إيران الغائب الخاضر بإجماع كثيرين سيد أمير موسوي أنتم لا شك تتابعون عن كثب هذا المؤتمر ما الذي سجلتموه من ملاحظة؟ نعم شكرا لك ولضيفيك وللمشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد أن ما لاحظناه اليوم من مظاهرة سياسية في المؤتمر هو تجمع جمع من الممكن أن نقول بصراحة أن أغالبيتهم من المهزومين أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية حاولت أن تحشد هذه الدول التي لا صلة لها بموضوع سوريا فقط لرفع مستوى المعنويات لدى المعارضة الحاضرة هناك ولدى الدول التي دعمت الإرهاب والتكفيريين والتي دمرت سوريا في الحقيقة خدمة للكيان الصهيوني أنا أعتقد أنهم جمعوا في هذا المؤتمر في صالة واحدة وتحت سقف واحد ليقولوا أن هذا الرأي العام العالمي لأنهم في الحقيقة هؤلاء جهدوا في سبيل أن يغيروا الوضع في سوريا عبر الإرهاب وعبر القوة والسلاح والتكفيريين وعبر الإعلام وعبر الخطوات الدبلوماسية المتتالية من طرد مندوب سوريا من جامعة الدول العربية ومن منظمة المؤتمر الإسلامي أو التعاون الإسلامي وحاولوا كذلك إخراج سوريا من الأمم المتحدة ولاحظنا ماذا تصرفوا وكيف تعاملوا مع القضية خلال السنوات الثلاثة الماضية وحاصروا الشعب السوري اقتصاديا وماليا وجوعوا الشعب السوري كما جوعوا غزة من خلال حصار الصهيوني على غزة نفس الأسلوب الغربي العربي للأسف الشديد حاصر الشعب السوري بقوته وبدوائه وبإمكانياته وبضرورياته اليومية فلذا أعتقد هذا الجمع من المهزومين أرادوا أن يستبدلوا صورتهم وأرادوا أن يبرزوا بأنهم مع الحل السياسي أنا أعتقد أن اليوم إيران حققت أملها وحلفائها وأصدقائها في المنطقة وفي العالم ولكن لو كانت إيران مشاركة هل كنت ستقول أن المؤتمر جمع من المهزومين يعني طبيعي أن تدولت أصلا القضية السورية والأزمة السورية وطبيعي أن تشارك الدول التي ترى نفسها معنية بمؤتمر من هذا النوع أنا لم أقول كلهم جمع يعني غالبيتهم من المهزومين لأننا نرى أنهم ليست لديهم ورقة يستخدمونها ضد الحكومة وضد الشعب السوري فهم الآن أتوا بورقة الحل السياسي لكنهم بلهجة خاصة إيران طبعا لو شاركت لكانت الأمور ربما تختلف نوعا ما من حيث الظاهر والمحتوى لكن برأيي أن إيران كانت حاضرة اليوم عندما وافق الجميع أعداء سوريا أعداء الشعب السوري بعد ثلاث سنوات من ممارسة كل الهمجية والأعمال الشيطانية والجهنمية ضد الشعب السوري اليوم يأتون للحل السياسي وهذا ما كانت تريده إيران منذ بداية الأزمة فلذا أنا أعتقد أن إيران تحقق هدفها على الأقل بهذا الاجتماع وبهذا القبول والنزول للحل السياسي في الأزمة ولكن أنا أعتقد كذلك أن هناك نقطة مهمة برأيي وبرزت اليوم في دافوس نقطة مهمة جدا نعم في جنف نعم لا اجتماع دافوس الاقتصادي نعم برزت نقطة مهمة كما ذكرت لقناتكم الكريمة قبل يومين أن هؤلاء سيأتون متواضعين وسيأتون ينزلون عند إرادة الشعب الإيراني والإرادة الإيرانية الإيجابية للحل السياسي في سوريا ولكن أليس في هذا بحد ذات تعالي أو لهجة متعالية نوعا ما عندما نقول أن هؤلاء بنهاية المطاف سينزلون عند إرادة الإيرانيين ولو أنه أنتم ترون أن دور إيران ولا شك في ذلك لديكم أن دور إيران إيجابي نعم أنا ردت أن أقول هذه العبارة اليوم لاحظنا إحدى الدول الغربية المهمة ربما سينشر هذه المعلومات لاحقا اليوم اتصل أحد المسؤولين المهمين في الدول الغربية اسم الدولة لا ريد أن أذكرها وطلب من الرئيس الروحاني اليوم عندما وصل إلى دافوس الرئيس الروحاني طلب منه بصورة غير مباشرة عبر وسيط بأن تأتي إيران مرة أخرى وتلعب دورها وتساعد هذا المؤتمر لإنجاحه ولتمشية بعض الأمور والعراقيل التي برزت اليوم في الافتتاحية دولة فاعلة؟ دولة غربية فاعلة؟ دولة مهمة جدا ومن الدرجة الأولى طلبت من إيران أن تفعل نشاطها في مؤتمر جينيف وخاصة يوم الجمعة فما بعد ربما بريطانيا أو الولايات المتحدة وهكذا نفهم اسمحي لي إن شاء الله هذه الأيام القادمة ربما ستبرز هذه القضايا لذا أنا أعتقد ليس من التعالي أنا أعتقد أن هؤلاء عندما أبعدوا إيران أرادوا إفشال هذا المؤتمر وأرادوا أن يبرزوا صورة أخرى لصالحهم أعتقد فشلوا اليوم مدام حتيت على ذكر هذه النقطة هل نتوقع أن تنضم إيران مثلا للمحادثات في مرحلتها المقبلة؟ إذا كان مسؤول غربي رفيع من دولة مهمة يقول أو يطلب من إيران من الرئيس الروحاني أن تحضر بلاده المؤتمر يعني على مستوى خبراء أو على مستوى سياسي أم ماذا؟ أنا أعتقد أن رئيس الأمين العام للأمم المتحدة إذا معتذر ربما إيران ستعود مرة أخرى وربما ستمارس دورها الإيجابي لمساعدة الفرقاء السوريين لإيجاد حل سياسي حتى لو لم تدعى إيران ولم تحضر المؤتمر أنا أعتقد بإمكانها أن تساعد الفرقاء السوريين لأن ما يهم إيران هو إنهاء نزيف الدم في سوريا ابقى معنا لو سمحتنا نتحول إلى عمان معنا من هناك نبيل غيشان الكاتب والمحلل السياسي بالطبع عمان في قلب الأزمة وهذا ما صرح به أكثر من مسؤول أردني خاصة في الفترة الأخيرة أن إيران السورية لن تبقى بسوريا بل ستحرق دول الجوار وربما أولها عمان كيف نظرتم إلى كل المواقف التي أعلنت اليوم في مؤتمر مونترو أعتقد أن افتتاح المؤتمر اليوم في سويسرا يؤكد على صوابية الموقف الأردني الذي كان يطالب منذ أكثر من سنتين بأن يكون هناك حل سياسي للأزمة حل سياسي يحافظ على وحدة الشعب السوري والأراضي السورية الجانب الأردني اليوم تحدث بكل وضوح عن الكثير من القضايا بما فيها محاربة الإرهاب وحل قضية اللاجئين وتقديم المساعدات لهم والأردن بطبيعة الحال يحاول أن يسعى إلى تنشيط العملية الدولية في دعم قضية اللاجئين أي تدويل القضية لكن الأردن معني بالحل السياسي على حدوده معني ببقاء الدولة السورية معني بوحدة الشعب السوري ومعني بأن يخرج هناك حل سياسي بمشاركة جميع الأطراف ودون استثناء وأعتقد أن هذا الموقف الأردني كان موجودا ومصرح به منذ اندلاع الأزمة اليوم شهدنا سقف عالي مناورات عالية هناك صراع إرادات في الحوار بين جميع الأطراف أيضا أنا لا أوافق عن أن إيران غائبة عن المؤتمر إيران حذرت لكن يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا من أجل أن يؤمنوا حضور المعارضة وحضور المملكة العربية السعودية أجلوا دخول الوفد الإيراني إلى المؤتمر وأعتقد أنه في أيام قليلة قادمة يبدو أن الإيرانيين سيدخلون ولا يبدو أن الإيرانيين اقترثوا كثيرا لاستبعادهم لأنهم غير متحمسين أيضا للبداية لكنهم لا يريدون أن تسجل عليهم نقاط محددة سنتحدث أكثر عن موقف إيران ربما في الجزء الثاني من هذه المسائية ولكن اسمح لي أن أبقى بموقف الأردن وزير الخارجية الأردني كان واضحا اليوم عندما قال أنه لا حل للأزمة السورية إلا الحل السياسي ولكن في مرحلة من المراحل مضيرة للدور الأردني بسلبية ما من خلال ربما نشر صواريخ باتريوت من خلال إبقاء طائرات F-16 بالأردن من خلال دخول الاتهامات للأردن لنفاها الأردن أكثر من مرة دخول المسلحين ودعم ما يسمون أنفسهم بالثوار الآن هل يبدو هناك إعادة نظر إعادة حسابات في كل الموقف الأردني برأيك؟ الموقف الأردني كما قلت لك أن الموقف الأردني اليوم أثبتت مصداقيته لكن ما جرى في الأشهر الماضية حول نشر صواريخ الباتريوت أو حول وجود طائرات F-16 في العراضي الأردنية هذه قضايا دفاعية وأعلنت الدولة الأردنية أنها لا تعني أحد غير الأردن وأيضا الأردن حافظ على حدوده قدر الإمكان لكن هناك عمليات تسريب تتم وبالمناسبة أن أغلب المقاتلين في سوريا الذين يأتون من الأردن هم يذهبون عن طريق تركيا من خلال شراء بطاقات السياحية إلى أنطاليا ومرمريس وهذه المناطق وعند وصولهم إلى سوريا يتجهون إلى الجماعات التي تؤمن دخولهم لذلك الحكومة الأردنية لا أعتقد أنها تستطيع أن تمنع أي مواطن أردني من مغادرة سوريا إذا كان حجه لمدة ثلاث أيام أو أسبوع في أحد المصايف أو أحد المناطق السياحية التركية أعتقد أن الموقف الأردني ثابت وأن الأردن معني الآن بكل تفاصيل ما يجري بسوريا والأردن لا يمكن أن يقبل بدخول المسلحين من أعراضي إلى سوريا يعني إذا تم الضغط عليه بشكل أو بآخر إن تم الضغط على الأردن بشكل أو بآخر وربما مورست بالفعل عليه بعض الضغوطات بالمرحلة السابقة هل يستطيع مجابهة هذه الضغوط؟ يا سيدتي الأردن مورست عليه ضغوط كثيرة وما زالت تمارس عليه ضغوط كثيرة لكن الأردن يعي مصلحته جيدا الأردن يعرف أن سوريا بالنسبة له هي خاصرة وأن اللعب في سوريا ليس سهلا لذلك ما زال الموقف الأردني هو الموقف المشرف بين أغلبية الدول العربية الأردن ما زال يتحدث عن الحل السياسي وقد تحدث عن الحل السياسي منذ ثلاث سنوات وهو يرفض التدخل في شؤون الآخرين لكن لا بد أن نعترف أن الأردن أيضا هو بلد صغير وإمكانياته ليست كبيرة وهناك ضغوط مورست عليه لكن ما زال الموقف الأردني مشرفا حتى هذه اللحظة وقف عندما قالته المستشارة العالمية للرئيس السوري المستشارة العالمية والسياسية بوسينا شعبان في حديث للميادين أنهم يذهبون إلى مؤتمر جناف للقاء من يدعون أنهم يمثلون جزءا من المعارضة ورأت شعبان أن هناك نقاطا في بيان جناف واحد لا تزال صالحة إلا أن الأولوية لديهم هي توفير الأمن للشعب السوري ومكافحة الإرهاب والقضاء على الفكر الوهبي وتمويل الإرهابيين وتسليحهم نحن سنذهب إلى جنيب وسنلتقي من خلال الأمم المتحدة مع الذين يدعون أنهم يمثلون جزءا من المعارضة والهم الأساسي في ذهننا هو هم الشعب السوري هو مكافحة الإرهاب هو القضاء على هذا التمويل والتسليح والمرتزقة الذين ينغصون حياة سوريا ويدمرون مؤسساتها ولن تدخر الحكومة السورية جهدا من أجل وضع حد لهذه المعاناة للشعب السوري هل برأيك دكتورة لا يزال بيان جنيب واحد مناسبا أو صالحا كإطار للتفاوض أم هناك البحث عن إطار آخر ربما أو تفاهم آخر هناك نقاط في جنيب واحد ما زالت صالحة مثل وقف العنف من قبل جميع الأطراف نزع سلاح المسلحين هناك نقاط لا تزال صالحة ولكن ما وصل إليه الواقع اليوم يتطلب تغيير الأولويات الأولوية اليوم في سوريا إذا سألت أي إنسان من الشعب السوري يقول لك الأولوية هي عودة الأمن والأمان الأولوية هي وقف هذا الإرهاب ولن يتوقف هذا الإرهاب ما لم تتعحد الدول التي تدعم وتمول وتسلح وتمرر هؤلاء الإرهابيين بوقف هذا هذا كله يعتمد على الإرادة الدولية وعلى تشابكات العلاقات بين هذه الأطراف وبين أسيادهم وكما تعرفين من يحضر اليوم في جنيف لا يملكون الإرادة يعني لتسير الأمور فهذه الأولويات في مكافحة الإرهاب هل تتفق مع إرادات دولية أخرى؟ هل لديكم ربما ضمانات أو تفاهمات مسبقة بأنها ستكون عنوان أول في جنيف نحن بالنسبة لنا الطرف الروسي وإيران والجزائر والأطراف التي تريد الخير لسوريا تشاركنا هذه القناعة الأطراف التي لا تريد الخير لسوريا منذ البداية ربما لا تشارك هذه القناعة ولكن نأمل أن يقود هذا المسار إلى اقتناع الجميع بأن الفكر الوهابي خطير على سوريا وعلى المنطقة وعلى العالم وأنه من مصلحة العالم برمته أن يقف مع سوريا ضد هذا الفكر وأن يترك الأمر للسوريين ليقرروا مستقبل بلادهم هناك هوة صحيقة واضحة في خطاب الطرفين خطاب السيد وليد المعلم وأيضا أحمد الجربة رئيس الاتلاف المغارض هل يمكن ردم هذه الهوة؟ كما قلنا كل ذلك يعتمد على الإرادة السياسية ليس فقط المحلية وإنما الإقليمية والدولية نحن بالنسبة لنا كحكومة تمثل هذا الشعب السوري هدفنا الأول هو مصلحة هذا الشعب ومصلحة هذا البلد وحدة البلد ووحدة أراضيه هذا هو النصب أعيننا ولا يمكن تحقيق هذا إلا بمحاربة هذا الإرهاب والقضاء على الإرهاب وعودة الأمن والأمان ومن ثم إعادة الإعمار في سوريا تحدث الوزير المعلم عن ترتيبات أمنية ستكون في مدينة حلب هل هذا العرض سيطرح في جنال؟ هذا طرح في روسيا طرحه السيد وزير الخارجية في روسيا والأمر هو قيد البحث بس ماذا نفهم من ترتيبات الأمنية؟ نفهم أن ينزع سلاح المسلحون أن يغادروا وطرح الأمر بالنسبة لمدينة حلب أن يغادر المسلحون مدينة حلب أن تعود قوى النظام والشرطة تنتشر أن يدخل الغذاء والدواء وأن تستعيد المدينة حياتها الطبيعية لأهلها نعود مشاهدين إلى مناقشة وقائع مؤتمر جناف والكلمات والمواقف التي صدرت فيه عبر كل الوفود المشاركة فيه بما فيها الوفدان السوري وفد الحكومة والمعارضة معنا من هنا سيد سعد بن عمر المحاربة الفكر الوهابي أو التصدي للفكر الوهابي عبارة لم تقولها فقط بوتهينة شعبان تكررت أكثر من مرة على لسان وزير الخارجية وليد المعلم طبعا هو كان واضح وصريح أكثر من أي وقت مضى سمى السعودية سمى تركيا سمى بعض الجيران كان فيه ربما وضع للنقاط على الحروف هذه المرة لمن يعادي سوريا أو لمن يدعم التطرف والإرهاب كيف يمكن أن تكون السعودية على المستوى الرسمي قد استقبلت هذا الكلام نعم دعني أعلق قليلا على كلام الأخوة الذي سبقوني بأن دولهم تدعو إلى الحل السياسي نعم هذه مزايدة كل الدول اليوم في المؤتمر تدعو إلى الحل السياسي وليس اليوم تدعو إلى الحل السياسي منذ اليوم الأول لقيام الانتفاضة والثورة في سوريا سميها ما شئت والدول العربية على رأسها السعودية وأيضا الرئيس السوري نفسه يدعو إلى الحل السياسي لكن ليس هناك حلول واقعية وليس هناك استعداد للتقدم إلى الأمام بشجاعة ومناقشة الشعب السوري هذا من باب مسألة قولت أن الدول هي التي تطلب الحل السياسي كل الدول بلا استثناء حتى نيكاراقوة طلبت الحل السياسي لسوريا وهذه قلت لك لكن هذا شيء إيجابي أن يدعو الجميع إلى الحل السياسي في نهاية المطاف بغض النظر عن أعداد القتلى التي تسقط في حل سياسي هنا النهاية عندما بلغ القتلى وما بلغ التدمير أخيرا أقتنع الجانبين أو الجانبان بضرورة الذهاب إلى منترو بعد خراب البصرة مثل ما يقول بلبنان 15 سنة وجاء اتفاق الطائف على إتري نحن لا ندعو إلى أنه تمتد الأزمات السنين ولكن هذه طبيعة الحروب اليوم الكل يدعو إلى الحل السياسي ولكن هناك من يدعو إلى دعم الثورة أو الشعب بما معنى أنه تسليح مزيد من التسليح ومزيد من القتلى نعم أريد أن أقول أن الناس تدعو إلى الحل السياسي لكن الحكومة السورية تقدمت وعطت الشعب المطالب وألغت الباب وأقفلت الباب على أولئك الذين يدعون للجهاد والتقدم إلى سوريا ولا المعارضة السورية استطاعت أن تنتصر بفعل الدعمين لها فهنا الضحية من هو؟ الضحية في الأخير الشعب السوري ليس الحكومة وليس المعارضة هذا من باب أما من باب كلام السيدة بوثينة شعبان نعم أقول صحيح قدم ألاف الشباب السعوديين ونحن المتضررين رقم واحد من هذه الحرب في السعودية الآن حملة قائمة إعلامية يحاكم كل من يدعو للذهاب إلى سوريا نعم شبابنا غرر بهم لماذا؟ لأن هناك عاطفة عربية وهناك عاطفة إسلامية وهناك عاطفة أخوية السوريين في كل بيت سعودي أخ سوري أو زوجة أو شقيق أو مكفول أو كافل أو مستثمر سوري السعودية وسوريا بيت واحد لذلك نحن في السعودية الآن يعني هذا يبرر ذهابهم للقتال بسوريا؟ هذا نحن حريصون على إنهاء القتال في سوريا من باب قفل الذريعة على شباب السعوديين على فكرة ليس السعوديين فقط اللي يذهبون إلى سوريا ولكنهم جزء من المتأثرين بالدعاية التي تحصل في سوريا نتيجة الانتهاكات اليومية نتيجة التشريد نتيجة التعذيب أنا قلت لك العلاقة بين السعودي والسوري أنها علاقة حميمة لذلك سرعان ما يتأثر الشباب الصغار اللي من 17 سنة فما فوق إلى 21 سنة فما دون بالذهاب إلى سوريا للقتال وجعل أنفسهم محرقة نحن المتضررين السعوديون من هذه الحرب لذلك نحن في الدولة رسميا وشعبيا وثقافيا لا نقر هذه الموجات الشبابية التي تذهب إلى سوريا أما مسألة الوهابية وغير ذلك من الأفكار هذه مجرد دعاية إعلامية أنهم وهابيون وما غير ذلك لا هناك مظلمة في سوريا وقعت لا أنه هو الفكر الآخر أو الفكر التكثيري أنه قتل كل من لا يدين بديننا أو بمذهبنا لا لا هناك مظلمة حقيقية وقعت في سوريا يتحمل مسؤولية همن من سمح لهؤلاء الناس السوريون بالتقدم لماذا لم تعطى المطال لماذا لم ينزع الفتيل من بداية الأزمة السورية نحن كنا نتوقع أن الرئيس بشار الأسد شاب وفي سن مبكرة لابد أن يتلمس طاقات الشباب الربيع العربي أتى حين بغتها على الدول لذلك لم يباغت سوريا أولا باغت تونس ثم مصر كان لدى الرئيس الأسد الفرصة الكافية نحن الآن لا نعاتب لكن نذكر حقائق طيب نذكر حقائق والسوريون أكثر من مرة ألاف المرات سألوا السؤال واليوم وليد المعلم أعاد السؤال نفسه بأي حق تأتي دول من دون انتخابات من دون ديمقراطية من دون حرية من دون برلمانات فيها ديكتاتوريات فيها ممالك ربما من دون دستير وتطلب الحرية والديمقراطية للشعب السوري يعني هذه علامة استفهام كبيرة منذ بداية الأزمة السورية ولغاية الآن جميل جميل وماذا تقولين لخمسمائة بريطاني جاء من بريطانيا من قمة الديمقراطية والتقدم الغربي خمسمائة بريطاني الآن في سوريا ماذا تقولين لأعود وأكرر الكلامي في المرة السابقة أن الشعوب العربية والإسلامية تعاطفت مع الشعب السوري لمظلوميته لذلك يجب الحكومة السورية أنها تكون أحن على شعبها مننا نحن لخارج حدود سوريا ماذا تقولين للبلجيكين الذين في سوريا طب عظيم إذا كل شعب يتعاطف مع شعب ويرسل أولاده أو شبابه أو مراهقيه للقتال يعني صرت لا هذه شعوب صرنا بالغاب بقانون الغاب هذه شعوب هل تصدق سيد سعد أنه أنا تابعت تقرير على قناة غربية شاب بريطاني يأتي إلى سوريا ليقول نحن جئنا لنحارب الولايات المتحدة وبريطانيا طيب ما دخل الولايات المتحدة وبريطانيا أنا أقول لك أنا أقول لك ما دخل الولايات المتحدة بالدرجة الأولى يقع عاتق المسؤولية على الدولة السورية في أمرين الأمر الأول هو نزع فتيل الأزمة إعطاء الشعب مطالبهم الرقم الثاني هو حماية حدود البلد متى أن كسر حاجز أحد الحواجز هذه الرئيس الوزير الإعلام السوري ذهب لجنيف يقول خلصونا من الإرهابيين من يخلص من الإرهابيين الذي يخلص من الإرهابيين هم أنت يا وزير الإعلام ودولتك باتباع الطرق السلمية مع شعبك أولا الجربة وغير الجربة هؤلاء بالنهاية مواطنون سوريون يجب أن تستمع إليهم مهما كان أنت لا تستطيع أن تهم شباقهم هو قال أنه عودوا نحن أتينا لنقول لكم عودوا لن يكون الحوار سوري سوري قبل أن أذهب إلى عمان تعليقا على ما ذكرت سيد سعد كاري قال بالحرف عدد الإرهابيين الموجودين في سوريا غير مقبول وأكبر من قدرة أي دولة على توفير الحماية والأمان لمواطنيها كاري يقول أنه الدولة السورية بأمها وأبيها غير قادرة على تأمين المواطنين بسبب عدد الإرهابيين الموجودين بعد متى؟ سجل هذه بعد متى؟ إذا أحبت أن تعلق عليها ولكن سمحني أن أذهب إلى الأردن سيد غيشان الأردن برز كلام هي مصادر في الواقع للميادين يقول نقلا عن مصدر أمريكي لا يمكن استبدال الأسد بنظام إسلامي لذلك نحاول إيجاد مخارج ما صدر عن كاري مناقض لهذا أنه لا يمكن أن تكون هناك مرحلة مستقبلية في سوريا بوجود الأسد وكأن هناك لغتين متناقضتين يعني إعلاميا يقال شيء بالنسبة للولايات المتحدة وتحت الطاولة للروس أو للسوريين يقال شيء آخر هل توافق ذلك؟ أعتقد أن الحوار بشكل عام في أمام الكاميرات يختلف عن الحوار في الغرف المغلقة وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة ولا أعتقد أن الجلسة الافتتاحية تكون سوى قضايا بريتوكولية وكل واحد يحاول أن يفرض إرادته وأن يعلي من السقف لكن في النهاية لا بد أن يكون حوار على النقاط أما بالنسبة لموضوع الولايات المتحدة ونظرتها إلى مستقبل سوريا وأنها لا تقبل بأن تكون سوريا تحت حكم الإسلاميين أعتقد أن هذا ما غير منذ أكثر من عام من نظرة الولايات المتحدة تجاه سوريا واندفاعها لإسقاط نظام الأسد فبعد أن برزت التنظيمات المتطرفة التنظيمات الإسلامية المتطرفة على الساحة مثل النصرة وغيرها وداعش أعتقد أن الولايات المتحدة تمهلت كثيرا في اندفاعها نحو إسقاط الأسد لكن بعض الدول الإقليمية في المنطقة بقيت على هذا الاندفاع لكن أنا أعتقد واليوم لم يعد مطلبا ألا ترى أن اليوم أسقط تماما هذا المطلب أنه إسقاط بشار الأسد من الحكم يا سيدتي مجرد افتتاح المؤتمر اليوم تم إسقاط الحل العسكري وإطلاق الحل السياسي وأعتقد أن الأردن أيضا كدولة جوار لا يمكن أن ترحب بقيام دولة يحكمها تنظيمات متطرفة مثل داعش والتنظيمات المشابهة لها لذلك بقاء الأسد ونظام الأسد بشكل عام دون أن نحدد الشخص هو أصبح مطلب للكثير من الدول الإقليمية والعالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي غيرت من استراتيجيتها بعد أن أظهر التقدم الكبير لهذه التنظيمات أما الآن بعد أن تراجع دور هذه التنظيمات المتطرفة في سوريا وبينما بعد أن حقق النظام حضور أكثر على الأرض أعتقد أن العملية باتت مقنعة أكثر للحوار والحوار السوري السوري وأن الولايات المتحدة الآن باتت مقتنعة أنه لا بد من حل سياسي يقطع الطريق على التنظيمات الإسلامية المتطرفة من الوصول إلى السلطة وأعتقد أن الطريق قطع الآن تماما نعم طيب اسمحني أن أنتقل إلى سيد أمير موسى وعذرا على الإطالة سيد أمير أيضا حول هذه النقطة عما نقل على لسان أمريكيين أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل باستبدال الأسد بنظام إسلامي واليوم كاري قالها صراحة أن الولايات المتحدة باتت تنظر إلى الأمور بواقعية أكثر هل برأيك انخفض سقف الأمريكي بشكل عام ومعها مع الولايات المتحدة خلفائها من كل ما سينتج عن العملية السياسية في سوريا هو في الحقيقة تخبط أمريكي في هذا الموضوع لأنه هذا الكلام استبدادي وديكتاتوري يعني نرى تهميش دور الشعب السوري بصورة غير طبيعية لدى اللهجة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بعض أقطاب المعارضة في الخارج يعني عندما يقولون لا بد أن يرحل الرئيس بشار الأسد ويقولون لا يسمح للإسلامين أن يحكموا في سوريا أو يكونوا بداء لنظام الرئيس بشار الأسد هذا كلام استبدادي أين الشعب السوري أين خيارات الشعب السوري أين صناديق الاقتراع الشعب السوري هو الذي يحدد نظامه السياسي إذا أراد إسلامي إذا أراد لبرالي إذا أراد علماني إذا أراد أي شيء يقولون لك أنه أي استفتاء أو أي انتخابات يعني من السهولة أن تزور من جانب النظام أو الحكومة السورية هذا الرد الجاهز لا بالعكس يعني الحكومة السورية أكدت أن أي انتخابات أي استفتاء سيكون بإشراف كامل من قبل المؤسسات الدولية وفي كل المدن والقرى السورية هذا ما أكده الرئيس بشار الأسد في لقائه الأخير عندما التقينا الأسبوع الماضي يعني هناك تأكيد واضح من قبل القيادة السورية أنه إذا ذهبت الأمور نحو الديمقراطية في سوريا الحكومة السورية ستتعاون بالكامل مع المؤسسات الدولية وأثبتت جدارتها وصدقيتها في موضوع الكيميائي كيف تعاونت مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية حول الموضوع الكيميائي فلذا أنا أعتقد أنها صادقة في هذا الأمر وهناك تأكيدات واضحة والدول الغربية بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية تعرف ذلك لكنهم يتجاهلون هذا الأمر ويحاولون إغواء الرأي العام العالمي بأنهم يفهمون بعض القضايا فلذا أنا أعتقد أي تحديد لأي وضع في سوريا هو تدخل سافر ومرفوض من قبل الشعب السوري الشعب السوري لا بد أن يرى الأرضية المناسبة الجميع لا بد أن يساعد الشعب السوري بأن يقرر أولا نظامه السياسي وثانيا قيادته السياسية النظام السياسي ممكن أن يكون إسلامي يمكن أن يكون غير إسلامي هذا يحدده الشعب السوري لا يمكن للسيد كيري أن يتأكيد هذا عفوا هذا ما قاله ربما شكل نقطة تستحق الوقوف عندها بن كيمون عندما قال بالمؤتمر الصحفي مساء مستقبل الأسد يحدده الشعب السوري هذه لهجة نوعا ما مختلفة أذهب بها إلى الأردن قبل أن يغادرنا ضيفنا من هناك سيد نبيل غيشان بعد دقائق كان لافتا بالفعل ما قاله بن كيمون أن مستقبل الأسد يحدده الشعب السوري في تمايز أو اختلاف عن ما قيل من قبل من قبل بن كيمون نفسه نعم هذه قضية معروفة تماما أن النظام السياسي هو الذي يقبل به شعبه والنظام السياسي هو الذي يحدد الشعب عبر صناديق الاقتراع لكن أيضا أنا أود أن أعلق على زميلي من طهران عندما تحدث عن الولايات المتحدة ومقولة كيري بأن لن يقبلوا بحكم الإسلاميين في سوريا أنا أتفق معه أن الحكم يجب أن يقرر شعبه لكن أيضا الحكم له مواصفات اليوم أي نظام حكم بالعالم يقوم يجب أن يكون هناك مواصفات ديمقراطية ومدنية ومحافظة على حقوق الإنسان واحترام الإنسان واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية لكن لا يمكن أن تقبل الولايات المتحدة أو حتى دول الجوار أن يكون هناك نظام إن كان إسلامي وغير إسلامي في سوريا لا يحترم شعبه وحكم يقطع الرؤوس أو يأكل الأكباد هذه أنظمة لا أعتقد أنها باتت مقبولة ولا يمكن أن يقبل بها أحد لا شعب سوري ولا أمريكي ولا أردني ولا تركي ولا إيراني أنا أعتقد أن هناك مواصفات دولية يجب المحافظة عليها في أي نظام يحترم شعبه وهذه المواصفات والمعايير باتت معروفة دوليا للقاصي والداني أشكرك جزيلا سيد نبيل غيشان الكاتب والمحلل السياسي حدثتنا من عمان ستغادرنا الآن ويبقى معنا ضيفي سيد سعد بن عمر وحضرتك أمير الموسوي من طهران كيف قارب كل من طرفي النزاع الأزمة السورية ومفاعلها في مؤتمر جناب 2 مقارنة بين الخطابين مع غراسيا بيطار فريقان وخطابان هذا في شكل جناب 2 وأما في المضمون فيمكن ملاحظة الكثير رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة افتتح كلمته بمنحا يمكن وصفه بالعاطفي استذكر أولى ضحايا الحراك في سوريا في المقابل بدى وليد المعلم متعمدا التعريف بالتمثيل الصحيح للوفد الذي يرأسه وفد الجمهورية العربية السورية مفصلا المعنى لكل كلمة وامتداداتها الجربة أتى على ذكر إرهاب الأسد ومرتزقته مرارا صفة الإرهاب ألحقها تباعا بحلفاء الرئيس السوري حزب الله وإيران المعلم دخل سريعا في الطابع العالمي الذي باتت تحمل وزره الأزمة السورية سأل كيف يمكن لإرهابي شيشاني أو أفغاني أو سعودي أو تركي أو فرنسي أو بريطاني أن يحقق تطلعات الشعب السوري وبدولة إسلامية لا تعرف عن الإسلام شيئا إلا ما عرفوه عن الوهابية المنحرفة اسم بشار الأسد محور كلمة رئيس الإتلاف سأل الجربة الوفد السوري متى تتحول من وفد بشار الأسد إلى وفد سوري وطني خلاصة كلامه لم تبتعد عن المحور عينه حيث قال أي حديث عن بقاء الأسد بأي صورة من الصور في السلطة هو خروج بجناف اثنين من مساره وأوضح الجربة قائلا المسألة لا تتعلق فقط بتسليم الصلاحيات كاملة إلى حكم سوري جديد وإنما برحيل الأسد من دون إبطاء أو مواربة المعلم أجابه بطريقة غير مباشرة عبر توجهه إلى جون كيري قائلا لا أحد في العالم له الحق في إطفاء الشرعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو أي شيء في سوريا إلا السوريون أنفسهم العالمية في خطاب الجربة تبدت عندما تحدث باسم أحرار العالم الإرهاب في خطابه محصور بالأسد ونظامه والرئيس السوري برأيه هو من استقدم الإرهابيين الذين يزعم أنه يحاربهم اليوم رد المعلم أتى في رسائل متعددة الاتجاهات للداخل قال نحن إخوة مهما اشتدت المحن وأما للجيران فسمى مثلا حكومة رجب طيب أردغان التي فرشت أرضها للإرهابيين على ما قال مرورا بالحلم التاريخي لسيد قطب من تونس إلى ليبيا ومصر وصولا إلى الإرهاب الذي يضرب العراق وأفغانستان وباكستان وروسيا وسوريا ومن الجوار إلى العالم من فجر نفسه في نيويورك هو نفسه من يفجر نفسه في سوريا وفي رسالة لجميع المشاركين حذر المعلم واشنطن وأصدقاءها من الملكيات الاستبدادية على ما سماها ومن خلفهما إسرائيل من أن السيف لن يرحمها قال لهم ارفعوا أيديكم عن سوريا ولنتعاون جميعا ضد الإرهاب وإلى بانكيمون قال المعلم من يسكن في نيويورك لا يتحدث عن الشعب السوري إذن نعود إلى مناقشة وقاع مؤتمر مونترو انضم إلينا للتوك كما ذكرنا السيد معن بشور بالتأكيد تبعت المؤتمر سيد معن يعني ما أبرز ما لفتك فيه من كلمات ومواقف وكأنه الكل أكد المؤكد أو تمسك بمواقفها أو هكذا يعني بدأ لنا يعني لفتني أن المؤتمر للمرة الأولى يضم أطرافا مختلفة ومعنية بالأزمة السورية وبالتالي هذا إيجابي بحد ذاته رغم أن الخطاب كان سقفه عال بكل المقاييس وهذا طبيعي في جولة أولى من المفاوضات بين أطراف عاشت فيما بينها حربا على مدى ثلاث سنوات أنا هنا أستحضر المثل اللبناني حين انعقد جينيف واحد في أواخر عام 83 بمطلع عام 84 ثم لوزان كان واضحا في البداية أن الخطاب من كل الأطراف عاد ولم يجري أي اتفاق ولكن مجرد اللقاء فتح باب الحوار من أجل الوصول فيما بعد في المفاوضات اللاحقة والتي قد تستمر فترة غير قصيرة فتح الباب لحوار وخصوصا أن هناك حقائق ووقائع ميدانية وسياسية وأقليمية ودولية قد غيرت كثيرا من المشهد الذي كان عليه اجتماع جينيف واحد علينا أن نعترف أن الحجة التي كانت تعتمد في تأجيل جينيف اثنين على مدى أشهر وسنوات كان أن الفريق المناوئ للنظام وللدولة في سوريا كان يعتقد أنه يستطيع أن يحدث توازنا على الأرض ولكن التطورات لم تأتي كما يشتهي سقط هذا الرهان برأيك سيد معان إلى الأبد سقط هذا الرهان أعتقد أن هذا الرهان لم ينجح حتى الآن وأعتقد أن فتح مطار حلب الدولي اليوم استقباله الطائرة قبيل افتتاح مؤتمر جينيف اثنين هو رسالة واضحة عما جرى على الأرض في المشهد السوري وهذا بدون شك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار لدى أي محادثات تتعلق بمستقبلي سوريا ما لفتني أيضا وهنا أود أن أتوقف أن الأمير العام المتحدة كان مرتبكا وضعيفا لأنه آت بعد فضيحة مجلجلة حين سحب دعوته للجمهورية الإسلامية في إيران بعد ساعات على إرسالها وبعد تصريحات أطلقها هو المرؤوس الدولي الأستاذ الأخضر الإبراهيمي حول أهمية مشاركة إيران وبالتالي كان ضعيفا كان مجردا من حد أدنى من رصيد الشفافية والمصداقية والمسؤولية حين يتراجع تحت ضغط هذه الدولة أو تلك عن دعوة دولة يعترف الجميل بأنها مؤثرة في الإقليم وفي أزمة السورية عاد وبرر هذا الموقف بمؤتمر الصحفي مساءً أنه بسبب عدم وضوح رؤية إيران أو اعترافها بجنيف واحد وهذا ما لم يكن واضحاً ربما في البداية تمسح بالدعوة يعني لا ندري إن كان هذا مبرر هناك مبررات كثيرة قد يسوقها الأمير العام لكن الفضيحة الكبرى أن المسؤول عن أكبر منظمة دولية في العالم يتراجع بعد ساعات عن دعوته إذا كان لم يتشاور مع الإيرانيين في هذه الدعوة قبل إرسالها فهذه فضيحة وإن تشاور وصحب الدعوة فالفضيحة أكبر أعتقد أن هذا أمر واضح كان ارتباكه وهذا ما يفسر أعتقد أن الوزير المعلم حرص على أن يكمل كلمته كلها وكأنه يقول لبانكيمون من لا يستطيع أن يصمد ساعات أمام دعوة يوجهها فيتراجع عنها ليس له الحق أن يحرم من أتى من دمشق من قلب اللهيب من كلمة يكشف فيها معاناة سوريا وشعبها والأمر الآخر أيضاً المهم أن رئيس الائتلاف قد جاء أيضاً مثخناً بجراح الانقسامات الحادة التي بدأت بإتلافه حيث حوالي نصف الائتلاف لم يكن موافقاً على خطوته وأيضاً بالمعارضة المسلحة التي يفترض أنه يمثلها والتي أعلنت رفضها لمشاركته وبالتالي أتى غير مدعوم إلا من الدول التي دعمته في الأساس وهذا أمر أيضاً أعتقد أنه يعكس التحول في موازين القوى الذي عكسه جينيف أنا أعتقد أن علينا أن نترك فرصة للمفاوضات المباشرة التي لا أعتقد أنها قد تعطي نتائج كثيرة لكنها دون شك تضع الحل في سوريا في إطار سياسي وهذا تقدم كبير لأن الكثير كان يراهن على حل عسكري لنتذكر ما قالته وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية هيلاري تلينتون قبل سنتين حين دعت المسلحين في سوريا إلى عدم رمي سلاحهم والاستفادة من عفو صدر آنذاك هذا كله يكشف أن الذي راهن على حل عسكري في سوريا قد أصيب بفشل كبير جاء هذا المؤتمر ليعالج نتائج هذا الفشل وآثار نعم وجاء أيضا ليثير الجدل من جديد حول جينيف واحد وأخذ حيز كبير من النقاشات مسألة جينيف واحد والحكومة الانتقالية بصلاحيات واسعة في المرحلة المقبلة جون كاري أكد على هذه النقطة أكثر من مرة أنه لا يمكن أن يكون بشار الأسد في أي مرحلة انتقالية في سوريا هل تتوقع أن يتم المضي بهذه الوتيرة يعني الحديث عن جينيف واحد كإطار لنجاح جينيف اثنين أم أنه يسقط بشكل أو بآخر جينيف واحد والمضي في مسار آخر في مسار جينيف واحد يعني أعتقد أنه من المفيد العودة إلى نص بيان جينيف واحد وكما قالت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس الأسد الدكتورة أبو ثينة شعبان أن في هذا البيان نقاط إيجابية عديدة يمكن انطلاق منها وقف النار إطلاق المعتقلين خلق جومؤات لحوار سياسي ولكن أعتقد أن هذه النقطة التي تتحدث عن هيئة حكم انتقالية ولم تتحدث عن حكومة انتقالية هذه النقطة يجري اللعب عليها كثيرا في جينيف اثنين ليس هناك كلام عن وجود الرئيس الأسد أو خارجهم على العكس يتحدث عن عملية سياسية بقيادة سوريا ويتحدث عن هيئة حكم انتقالية يتم الاتفاق عليها بين كل الأطراف وبالتالي لا يمكن فرض هيئة حكم انتقالية على طرف بدعم خارجي أو بغيرها وهنا لا بد من الإشارة بهذه الوقفة التي وقفها الوزير المعلم بوجه وزير الخارجية الأمريكي حين ذكره بأنه لا يحق له ولغيره أن يتدخل في رئيس أي دولة أو في حكومة أي دولة أو في دستور أو دولة وفي جينيف واحد علينا أن نتذكر أن تغيير الدستور جاء في النقطة الثالثة بعد تشكيل الهيئة وبعد إجراءات سياسية معينة بمعنى أن الهيئة الحكم الانتقالية إذا شكلت بموجة جينيف واحد فيجب أن تشكل بموجة بالدستور القائم حتى يتم تغييره وحتى يتم عرضه على الاستفتاء وهنا النقطة الجوهرية المهم أن نعود إلى الشعب السوري في أي قارات تتخذ الذي يقرر فيها هو الشعب السوري هذا الشعب الذي دفع وما زال يدفع من دمه ومن حياته ومن عمرانه الشيء الكثير الكثير إذن يجب أن ننطلق بنية طيبة ما من أحد يستطيع أن يفرض في جينيف أو في مونترو ما عجز عن فرضه في الميدان في سوريا مواقف الأطراف المشاركة في مؤتمر جينيف 2 هذا الاختلاف لم يلغي إمكانية التوصل إلى تفاهم مرهون برغبة قوى الميدان الغائبة عن المؤتمر تقرير قاسم عزتي التباين الكبير في مواقف الأطراف المجتمعة في مونترو لم يكن مفاجئا المؤتمر في جانب منه فصحة لتعبير كل طرف عن مواقفه لكن المؤتمر سيخرج بتفاهم الرائعين الروسي والأمريكي على خطوات عملية ممكنة في ختام أسبوع أو أكثر من الحوار في هذا الصدد جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والأمريكي كذلك اتصل وزير الخارجية البريطاني بنظيره الإيراني صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية حذرت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من الإصرار على تسجيل أهداف بعيدة ما يمكن أن يجعل جونيف 2 حفلة ميئسا منها بحسب تعبير الصحيفة خبراء عديدون نبهوا الدبلوماسية الأمريكية من تدعيات ما سموه إطفاء ضوء آخر النفق إذن يتوصل المؤتمر إلى خطوات عملية تبعث على الأمل في وقف الحرب الخطوات العملية الممكنة هي في إطار تفاهم لافروف وكيري والإبراهيمي على وقف إطلاق النار في حلب وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين على هذا الأساس قدم وزير الخارجية السوري وليد المعلم خطة وصفها لافروف بأنها بناءة في المقابل تصر قوى الميدان في الشمال السوري وحلب على رفض نتائج مفاوضات جونيف كما تؤكد كتائب التنظيمات المؤثرة في الميدان في هذا الصياق لم ينجح روبرت فورد بأكثر من ضم موفد يمثل جبهة ثوار سوريا إلى وفد المعارضة بينما رفضت الجبهة الإسلامية وتنظيمات أخرى الاندمامة إلى وفد الإتلاف ما لم يجري التفاهم مع هذه التنظيمات فلن يبقى من مفاوضات الأسبوع الأول غير الاتفاق على مكافحة الإرهاب تقول فورين بوليسي سنتابع النقاش من الناحيتين الميدانية والسياسية ولكن نتوقف عند هذا التقرير وربما يتقاطع مع ما ذكره سيد معن بشور قبل قليل عن مسألة مطار حلب هناك استأنف المطار الدولي نشاطه بعد إغلاق استمر لنحو عام بسبب سيطرة المسلحين على مخيطها أول طائرة ركاب مدنية التي هبطت فيه كانت تحمل عددا كبيرا من الصحفيين بينهم موفدة الميدين ملاك خالد التي وفتنا بهذا التقرير من هناك إلى مطار حلب الدولي أقلعت أول طائرة مدنية المطار الذي أغلق منذ نحو عام بعد استلاء المسلحين على محيطه أعيد فتحه برحلة مخصصة للإعلاميين الركاب الذين تعود معظمهم الخطر انتبتهم مشاعر مختلفة تجاه الذهاب إلى حلب التي تشتعل فيها وفي ريفها المعارك حكما هناك تقدم ميداني سيطرة ميدانية على الأرض في المطار وفي المناطق المحيطة بالمطار أي الطريق الواصلة جوا إلى هذا المطار وبالتالي هناك تقدم ميداني أكيد مهم لصالح الجيش السوري أنا آخر مرة كنت بحلب قبل ما يتسكر المطار فعندي إحساس اليوم أنه أنا سكرته وهلأ راجعة أفتحه في استقبالنا إعلاميون ومسؤلون وبرد المحافظة التي تعد رئة سوريا الاقتصادية وصول أول طائرة وإنتوا فيها كانت سعادة بالنسبة لنا وإن شاء الله هي نقطة تواصل للمستقبل أن تنزل طائرات في حلب مطار حلب الدولي يستعيد عفيته ونشاطه وحركة المسافرين إن شاء الله ستستأنث قريبا وستستأنث في الرحلات المدنية بشكل أن يتأمن حركة المسافرين من وإلى مطار حلب الدولي من قاعة الشرف في المطار إلى حلب التي غابت عن الإعلام بسبب صعوبة الوصول إليها مدينة أتعبتها الحرب لكن فتح أجوائها أمام الرحلات يفرح سكانها فتحت المطار بعملنا أنه افتتاح السلام إن شاء الله يا رب بعمل السلام بحلب وبالبلد كلها وبسوريا كلها وحتى بلبنان كمان كنا نتعذب كتير موضوع السفر يعني تطلع على الأدية إجباري أو تطلع على الشان فهو خطوة ممتازة يعني فتح الطريق غير بعيدا عن مناطق الأمان في أجزاء حلب الغربية تسمع أصوات اشتباكات المسلحين فيما بينهم لكن الأمل في غد أفضل لا يفارق تفاصيل المدينة إعادة افتتاح مطار حلب الدولي مؤشر جديد على أن المدينة تستعيد حياتها الطبيعية ولو تدريجيا نحن الآن في منطقة العزيزية في وسط حلب هذا الجزء من المدينة يشهد انتعاشا وحركة وحيوية وتحديدا منذ بدء المجموعات المسلحة تصفياتها الداخلية ملك خالد حلب الميادين من هذه النقطة أتحول بهذه النقطة إلى السيد أمير موسوي في طهران هذه الخطوة يعني استئناف مطار حلب لرحلاته اليوم بالتزامن مع كل ما يجري في جناف ربما لها رمزية معينة كيف يمكن تفسيرها سيد أمير أن الإتلاف هو الممثل الشرعي للشعب السوري معارضة الداخل غير موجودة للتنسيق وغيره وجزء طبعا من معارضة الخارج والقوى الثورية ما تسمي نفسها القوى الثورية الموجودة على الأرض أيضا غير ممثلة بالاستماع كيف يمكن تفسير ذلك؟ أنا أعتبر أن هذه نقطة صحية هو دافع للرئيس الأسد والحكومة السورية أنها تقرأها قراءة جيدة لأن الذين حضروا ووافقوا على الجلوس على الطاولة ليسهم إلا فئة قليلة لذلك يجب أن نتفهم مطالب الشعب السوري بكافة فئاته ومشاربه إذا كان لم يحضر في المؤتمر إلا قلة قليلة وهؤلاء هم للسلام فما بالك إذن بالباقون لذلك أنا أعتقد كيف قلة قليلة وكيف هم الممثلون الشرعيون للشعب السوري؟ هم الممثلون للشرعيون في الائتلاف المعارض لكن هناك المجلس الوطني لم يحضر لأنه أعتبر أن هذا خيانة لمطالب الشعب والثوري لا أنا أقرأها أن الرئاسة السورية يجب أن تقرأ الموضوع هذا وعلى عدم حضور المعارضة للسلام معنى ذلك أن هناك مطالبات يجب أنا يا الرئيس السوري والحكومة السورية أن نقدم تنازلات لهذه الأمور حتى يحدث السلام لذلك أعتقد أن لو نظرناها بنظرة ضيقة أن هذه معارضة صغيرة وضيقة وقليلة هذه أمور لا يمكن أن تحقق نتائج لذلك أنا أعتقد أن ننظر بالجانب الآخر أن هناك معارضة لم تحضر إذن ما زال هناك مطالبات ما زال هناك معارضة ما زال هناك أناس يقولون لنا لا إذن لابد أن نضع هؤلاء القوم في أمام أعيوننا لابد أن نضع لهم الاعتبار لابد أن لو الآن كسرنا الجيش الحر أو كسرنا داعش أو أي جبهة أخرى لابد أن بكرة يخرج لنا من هناك عدة منظمات لابد أن تكون الأرضية صالحة لذلك أنا أكرر وأقول أنه لابد من نزع فتيل الصائق أي أن كان وإلغاء الأرض الخصبة لهذه المنظمات إلغاء الأرض الخصبة ما هي إعطاء الناس مطالبهم ومحاولة مش وقف دعمهم وتسليحهم أنا مين أدعم مش مفروض هذا أول سبب لإلغاء هذه المنظمات أنا كيف أدعم ناس ما عندهم قضية والله الرئيس الأسد استقبل لا 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 يعني من دون أن تدعم الرئيس السوري في المقابل دعم هؤلاء بالدعم والتسليح ألا يزيد الأمر تعقيداً ألا يزيد من الأزمة يعني مش هذا هو ما نديوك في الإرهاب أنا أنظر العكس متى ما وجدت المعاناة وجدت الدول الأخرى المطية في ذلك حتى ولم يكن تعطفاً مثل الشعب السعودي مع الشعب السوري متى ما وجد هناك أرض خصبة متى ما وجد هناك مظلومية وجدت الدول المطية الكاملة في الاتجاه إلى مثل ما حصل في العراق أيام صدام حسين هذا أمر طبيعي كل الفئات وصلت بغداد على ظهور الدبابات الأمريكية الدول الخليجية وعلى رأسها اليوم السعودية يعني واضح أنها رأس حربة من خلال تصريحات المسؤولين إلى أي مدى قادرة أصلاً وهذا السؤال ترح أكثر من مرة على ضبط أو أنتمون على عشرات ألاف المسلحين في سوريا إذا كنتم تعتبرون أن إيران لها قوات لها رأس بالنهاية العراق له قوات معروف من رأسه هكذا تقول المعارضة من رأس كل هذه الجماعات المسلحة التي تقاتل بالسوريا؟ أعتقد قضية السعودية مع سوريا قضية تختلف كلياً قضية كبيرة ويطول بناء الحديث عنها قضية جراح عميقة جداً جداً بين الأخوة السعوديين والسوريين هناك شبه نكران هناك شبه تجرد هناك خروج عن الإجماع العربي هناك ضياء للسنين الطويلة التي بنتها السعودية مع سوريا ومع الرئيس الأسد هناك جراح عميقة السوريون يقولون لدينا جراح بل لدينا جراحنا في السعودية أين ذهبت كل هذه الأمور من عام سبعين حتى ألفين وتسع؟ كان لافت أن تخرج سوريا من الجامعة العربية بعد كل هذا الذي تاريخ سوريا المعروف بين أدول العربية أعتقد الموضوع استراتيجي أكثر من أي شيء آخر هو قابل المطالب الشعبية والمظلومية الشعبية قابلها من المقابلة السعودي والخليجي خلل استراتيجي في المنطقة اسمح لي أن أذهب من جديد إلى طهران أتمنى أن تسمعني الآن سيد جاعمير كنت سألتك توقفنا عند استئناف مطار حلب لرحلاته قبل قليل وسألتك عن رمزية هذه الخطوة بالتزامن تماما مع ما يجري في جونيف هل تقرأ فيها إيران مؤشر ما لا هو يأتي في إطار سيطرة الجيش العربي السوري على المواقع الحساسة في سوريا ولاحظنا هناك تدهور واضح في التكفيرين في صفوف التكفيرين والإرهابيين والجماعات المسلحة هم الآن يحاصروا في مناطق محددة وأعتقد أن ربما سابعة الأشهر القادمة ربما تفرز حقائق أخرى على الأرض وأعتقد هذا دعم للمفاوض والفوفد السوري في مؤتمر جينيفو وفي كل التحركات التفاوضية لكن أريد أن أشير إلى نقطتين مهمتين أنا أعتقد ما دار في الحديث ضيف العماني ضيف الأردني ضيفك في الستوديو أعتقد أن موضوع الإسلاميين عندما ذكرناها عندما نقول الإسلاميين ليس التكفيرين التكفيريون والإرهابيون ليس لهم دين ولا مذهب هؤلاء لا يصنفوا على الإسلاميين للأسف الشديد وسائل الإعلام بعضها العربية والغربية تطبل بأن هؤلاء إسلاميين وجهاديين هذا تشويه للدين الإسلامي وللجهاد المقدس ضد الأهداف المقدسة ضد يعني في إطار الأهداف المقدسة وفي إطار الحقائق المقدسة لذا أنا أعتقد تسمية هؤلاء التكفيريين وهؤلاء الإرهابيين بأنهم إسلاميين هذا نوع من الظلم للدين الإسلامي الحنيف للمسلمين وللإسلاميين الحقيقيين فعندما نقول أن الشعب السوري يريد خيار إسلامي أو غير إسلامي منظوري أن الإسلام الحقيقي والإسلام الصحيح وليس الإسلام الذي يدعي به هؤلاء التكفيريين هؤلاء أصلا ليس لديهم لا مذهب ولا أي شيء النقطة الثانية يعني ضيفكي كرر عبارة أن السعوديين لديهم علاقات خاصة مع الشعب السوري وأنهم متعاطفون أنا لا أعتقد ذلك ليست هناك علاقات ودية أبدا بين السعودية وسوريا صحيح هناك تزاور في فصول السياحة كانت موجودة بين السعوديين إلى سوريا إلى لبنان هذه ظروف سياحية محددة لكن لا ننسى أن السعودية ضغطت على الرئيسين حافظ الأسد وبشار الأسد بأنهم يبتعدوا عن إيران وضغطت بامتياز أيام الحرب العراقية على إيران وفي موضوع دعم سوريا لحزب الله ولي هذه المواقف السياسية والضغوط إذا كانت مورسة على إيران لا دخل على سوريا لا دخل لها بعلاقة الشعب السعودي بالسوري لا لا أنا أريد أن أقول أنه ليس هناك شيء مشترك يعني لماذا هذه الإحساسات غير موجودة بالنسبة للشعب الفلسطيني ليست هناك أي شباب السعودي سيد أمير هذا يعني يقوله أهل مكة وهم أدرى بشعابها أليس الشعب الفلسطيني أليس الشعب الفلسطيني أليس الشعب الفلسطيني عربي ومسلم ويحتاج إلى تعاطف مساعدت سعودية في الواقع الشعب الفلسطيني كثيرا من خلال تناديق الدعم وكل ما قدمته سابقا لم يصل شيء باعتراف المسؤولين في غزة وفي رام الله باعتراف المسؤولين في غزة وفي رام الله أنه ما تصل هذه الوعود ربما إلا الأشياء البسيطة ولماذا تمنع مساعدة الآخرين يعني نحن لا ننسى أن الكثير من الظروف عاكستها فلذا أنا أعتقد أن هناك نوع من التجييش الطائفي والمذهبي ليس نصرة للشعب السوري كنا نتمنى أن هؤلاء لا يأتوا حتى لا يحصل هذا الدمار الشامل في سوريا يعني هناك تجييش غير طبيعي طائفي ومذهبي وفتاوى تصدر من المملكة العربية السعودية ومن شخصيات بارزة في المؤسسة الوهابية هناك يعني كنا نتوقع أن الحكومة السعودية أن تقف أمام هؤلاء أو تنصحهم أو تحد من هذه التحركات حتى هؤلاء يسمح لهم أن يذهبوا ويبلغوا فتاويهم على الأرض السورية مباشرة ويفتخروا بذبح الناس لا بس هم أصدروا فتاوى بسعودية تحديدا تنصح أو تحرم على الشباب السعودي عدم الذهاب للقتال في سوريا أكثر من فتوى صدرت مؤخرا مواقف سوريا أو السعودية في مؤتمر جناف 2 لم تكن مفاجئة مواقف مصر كانت لافتة ومعتدلة عبر الاستعداد لاستضافة مؤتمر جامع للمعارضين فضلا عن المطالبة بالحل السياسي أما دول الجوار السوري العربية فكان هاجسها وقف الحرب أولا تقرير محمد محسن أهلا بكم العرب في مؤتمر جناف 2 ليسوا على رأي واحد إن لم نقل إنهم خصوم كلمة وزير الخارجية السوري وليد المعلم حملت نقدا لاذعا وأوصافا قاسية بحق دول عربية تلميحا وتصريحا وخصوصا السعودية المعلم أسف لوجود ممثلين عن دول أيديها ملطخة بدماء الشعب السوري هاجم دولا قال إنها تدعم الإرهاب وقتل النساء والأطفال عبر فتاوى متطرفة ووهبية منحرفة عندما عددت دول المحيطة بسوريا وصف تلميحا لبنان بالساكت عن الحق والأردن بالمأمور والعراق بالمنهك بما خططوا له في مقابل المعلم تحدث ممثلو دول عربية وهيئات عربية بسقف سياسي حاد أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وإن أكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي إلا أنه ربطه بالصلاحيات الكاملة لحكومة انتقالية وفقا لمؤتمر جينيف واحد وهو ما لم توقعه الحكومة السورية وما لم يقوله العربي صراحة قاله وزير الخارجية السعودي صعود الفيصل من البديه أن لا يكون للرئيس السوري بشار الأسد أو من طلطخت أيديهم بدماء السوريين بحسب وصفه أي دور في الحكومة الانتقالية وزير الخارجية القطري كان أقل حدة ورأى لا سبب يمكن تقديمه لتبرير تقصير المجتمع الدولي عن مساندة الشعب السوري على خط آخر كان الحل السياسي ومكافحة الإرهاب ومعالجة المشاكل النازحين السوريين أبرز النقاط في كلمات كل من مصر ولبنان والعراق والأردن والجزائر والمغرب بدلا من التركيز على مصير الرئيس السوري كان كلام وزير الخارجية المصريين بالفهم واضحا حذر من تسوية تحمل في طياتها تقسيم سوريا وطالب بتسوية تحفظ وحدة الشعب واستقلالية البلاد وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري أكد أن مصلحة العراق تكمن في حصول تسوية سياسية في سوريا نظيره اللبناني عدنان منصور شدد على أهمية العمل الدولي المشترك في محاربة الإرهاب واتهم جهات بتغطية دخول التكفيريين إلى لبنان عبر ربط ذلك بتدخل حزب الله في الأزمة السورية أما هم تأمين احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن فقد عبر عنه وزير الخارجية ناصر جودة الذي طالب المجتمعين بمساعدة بلاده على تأمين أكثر من أربعة مليارات دولار لهذا الغرض عودة إلى متابعة النشرة نعود إلى نقاشنا تحديدا إلى السيد معان بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي ربما بعض المواقف توقعها كثيرون ما كان مميزا نوعا ما أو ألافتا موقف مصر التي أعلنت على لسان وزير خارجيتها أنها مستعدة عندها استعداد لاستضافة المعارضة على أراضيها في مرحلة لاحقة كيف يمكن أن يقرأ سيد معان هذا الموقف المصري أعتقد أنه في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد التغيير الذي حصل في مصر بات واضحا أن مصر تدرك وتعبر عن إدراك هذا بأن الأمن القومي المصري مرتبط إلى حد كبير بالأمن القومي في سوريا وبالتالي حين يتحدث وزير خارجية مصر عن رفض بلاده لأي أمر يفضي إلى تقسيم سوريا فهو يتحدث عن خطر استراتيجي يهدد سوريا ويهدد المنطقة كلها من خلال سوريا والمصريون يدركون عبر التاريخ أن هذه الصلة بين مصر وسوريا هي شرط أساسي لنهوض الأمة ولقدرة الأمة على الدفاع عن مصالحها وعن أمنها القومي لذلك الموقف المصري هذا هو الموقف الطبيعي وأنا كنت أتمنى أن يكون أمين عام جامعة الدول العربية أكثر تعبيرا عن موقف هذه الدول التي استمعنا إلى مواقفها وأن لا يبقى أسيرة مواقف مر بها ومرت بها جامعة الدول العربية حيث غطت أكثر من عدوان على أكثر من بلد عربي بدءا من العدوان على العراق إلى العدوان على ليبيا إلى التحريض على العدوان على سوريا كنت أتمنى أن يكون هذا المؤتمر فرصة أمام أمين عام جامعة الدول العربية لكي يكون موقفه أكثر توازنا مما صدر منه وأكثر حيادية الموقف المصري أساسي أولا في أن يجمع المعارضين كما قال الوزير لكي لا ينفرد طرف بتمثيل المعارضة وخصوصا أن القوى التي استبعدت وهي القوى التي صمدت في الداخل السوري ودخل أعضاؤها السجون لسنوات طويلة هذه القوى من هيئة التنسيق إلى تيار بناء الدولة إلى الجمع الشعبية للإرادة والتغيير إلى شخصيات سورية عرفت بنزاهتها واستقامتها وصدقها وصلابتها يعني ثلاثة وهذا المهم أنا أعتقد أن مصر مدعوة رغم انشغالها باستحقاقات داخلية مدعوة إلى أن تسعى إلى تنقية العلاقات العربية هنا أريد أن أذكر بأن المراحل التي شهدت شيئا من النهوض العربي ومن التماسك العربي بعد ثورة 52 إلى الوحدة المصرية السورية في 58 كانت تقوم على تفاهم بين مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية كذلك الأمر بعد حرب 67 وصولا إلى حرب تشرين حيث كان لموقف الراحل الملك فيصل دور مهام في حرب النصر وأيضا في التسعينات كان هناك تفاهم أوقف موجة التطبيع التي أرادت أن تستقر في الدوحة آنذاك من خلال مؤتمر للتطبيع أعتقد أن مصر اليوم بعلاقتها الجيدة مع الرياض وبعلاقتها الجيدة ولو دون إعلان مع دمشق تستطيع أن تلعب دورا هاما في تنقية العلاقات العربية وأن تشكل بالفعل نواة مشروع عربي في العلاق وفي الجزائر وفيه أقطار عربية إسمحني أن أنتقل بهذه الفكرة إلى السيدة مير الموسوي بما تعيشه مصر من تطورات وتغيرات بالمشهد يوميا إلى أي مدى ترى إيران أن لدى مصر هامش حركة كبيرة أو دور ربما مستقبلي لتلعبه في سوريا وهل من اتصالات من أي نوع بين الجمهورية العربية الإسلامية ومصر حاليا حول سوريا تحديدا أنا أعتقد هذا ما أعلنه اليوم الجانب المصري كان مهما جدا وأعتقد كما تفضل السيد معا حقيقة نقطة مهمة لكن كنا نود أن تضيف إضافة تاريخية كذلك لصالح الشعب السوري بأن تجمع المعارضة في المرحلة الأولى وتجمعهم مع الحكومة السورية في القاهرة وأعتقد هو الموقع الأساس والأهم في حل الأزمة السياسية في الأزمة الأمنية والقتالية في سوريا أنا أعتقد القاهرة يمكن أن تستعيد دورها الرائد في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي من خلال هذه المبادرة التي ستلقى احترام القريب والبعيد وربما ستساعد أكثر على حل الأزمة من مؤتمر جنيف الذي هو أكثر تظاهرات سياسية وتبادل في المواقف والمزاعم التي طرحت هناك لذا أنا أعتقد أن القاهرة بإمكانها وخاصة ما لاحظناه من مواقف كذلك شجاعة برأي من لبنان لبنان هذا البلد الصغير القوي بشعبه وبإرادته وبمقاومته رأينا وزير الخارجية اليوم قال كلام شجاعا كذلك وكذلك العراق شجاعا هو يناسب إيران ربما نعم هو إيجابي بالنسبة لإيران أنه من يقول أنه سبب الأزمة هو وجود حزب الله في سوريا هذا يبرر للإرهابيين أو يبرر للجماعات الإرهابية عمالها هذا يناسب إيران في نهاية الوطف لا بالنتيجة أنه هو خاطب ربما الوضع الداخلي هناك يعني يبررون العمليات الإرهابية بوجود حزب الله في سوريا لذا نعتقد هذا نوع من التبرير للأعمال الإرهابية التي يعاني منها الشعب اللبناني كما لاحظنا اليوم كيري يبرر الأعمال الإرهابية في سوريا بسبب مثلا بعض سياسات الحكومة السورية أو بعض وجود الحلفاء هناك فلذا نعتقد هذا تبرير للإرهاب وهذا يمكن أن يبرر في كل مكان لكن هذا الكلام غير منطقي والمهم في هذه المواقف العربية برأي سلطنة عمان التي اتخذت موقف عدم المشاركة لأنها قرأت ما بين الصطور أنا أعتقد هذا الموقف كذلك يمكن أن يسجل للحكومة سلطنة عمان وإلى سلطان عمان ووزير خارجيته عندما أبوا الذهاب إلى مثل هذا المؤتمر الذي واضح معالمه فلذا أنا أعتقد أن مصر مع هذه الأصوات العربية الأخرى وكذلك الجزائر باعتقادي كانت لها مواقف مهمة جدا وشجاعة كذلك في المؤتمر وأصوات ربما لم تظهر كالسودان والمغرب أيضا كان له مواقف أعتبره كثيرون إيجابي سؤال أخير لك قبل أن نتابع النقاش بمسألة المواقف العربية اليوم الوزير الخارجية السوري يدعو إلى والكل يدعو إلى ضرورة إخراج المقاتلين من سوريا إذا ما تم الاتفاق على ذلك في مؤتمر جناف هل برأيك إيران أو حزب الله سيوافق على أن يخرج من سوريا إذا تم الاتفاق على إخراج كل المقاتلين من سوريا إيران لم يكن لها حضورا عسكريا أبدا والجميع يعرف ذلك إيران دعمت الشرعية في سوريا بسورة معنى أولياء حزب الله حزب مستقل وعربي والبعض قال الحرس الثوري في سوريا يقاتل لا بالعكس ما فيه ولا حرس ثوري في سوريا وهذا كل الدلائل نفت هذا الأمر والمعارضة كذلك تعرف هذا الأمر صحيحا هم اختطفوا زائرين 47 زائروا لاحظتوا كيف عملوا ضجة إعلامية وتنازلوا بعد ذلك لكن أنا أعتقد أن حزب الله إذا ما زالت الأسباب سيقرر أنه سيراجع موقفه مئة بالمئة لأنه في الحقيقة إسرائيل أتت إلى سوريا تحارب حزب الله بمصالح الاستراتيجية الكيان الصهيوني الآن هو المحارب الأساسي في سوريا ضد حزب الله وحزب الله ليست لديه أي مشكلة أي مشكلة ليست لديه مع الشعب السوري حزب الله يساعد الشعب السوري ويقف إلى جانبه ولكن للأسف الشديد هؤلاء الوافدين هؤلاء التكفيرين الذين أتوا بفتاوى محددة نحن لم نرى من هؤلاء التكفيرين أي جهود أو أي برنامج لمواجهة الكيان الصهيوني ولمساعدة الشعب الفلسطيني لكنهم يتجهون من كل ألحاء العالم للحرب الطائفية لإثارة النار الطائفية في سوريا وفي المنطقة يحاربون في العراق يحاربون في ليبيا يحاربون في الصومال يحاربون في كل مكان باستثناء الكيان الصهيوني وأعتقد هذا يدل على المصالح الصهيونية في هذا الأمر فلذا أعتقد أن حزب الله لديه الاستقلالية في اتخاذ القرار إذا ما اقتضي الأمر أثرت نقطة ربما أختم بها مع السيد معان بشور بالفعل عدم مشاركة سلطنة عمان في هذا المؤتمر أولا إلى ما أهمية الموضوع بالنسبة لي سلطنة عمان وحجمها خصوصا وأنها لعبت قيل أنها لعبت دورا كبيرا في ما تم التواصل إليه بالملف النووي الإيراني مثلا ما أهمية عدم مشاركتها هل هي إيجابية برأيك؟ يعني أعتقد أن الأسباب التي قد تبديها سلطنة عمان لعدم مشاركتها هي التي تقرر إذا ما كان غيابها مفيدا أم لا لكن أعتقد أن سلطنة عمان أثبتت في الأزمات الأخيرة درجة عالية من الحكمة حتى أمكن القول أن الحكمة عمانية بعد أن كنا نقول أن الحكمة يمانية وأنا أعتقد أن عمان تريد أن تحمي مصالح دول الخليج والجزيرة مجتمعة لأنها تدرك أن التسعير والتصعيد الذي يعتمده البعض ضد إيران ليس في مصلحة هذه الدول ولا في مصلحة الإقليم بأسره أنا أعتقد أن ما يجري في سوريا أحد أهدافه هو حرف البوصل عن فلسطين بالنسبة لي كعربي وأنا معروف أني لملاحظات على السياسات الإيرانية وهنا وهناك وهذا قد أبلغتها للإخوة المسؤولين الإيرانيين لكن حين يتعلق الأمر بالصراع مع العدو الصهيوني فلا يجوز أبدا أن نعتبر أن عدونا هو إيران فيما العدو الصهيوني يحتل أرضنا ويشرد شعبنا ويدنس مقدساتنا أنا أعتقد أن عمان بحرصها على أن تكون جسر تواصل بين إيران وبين الدول العربية إنما تلعب دورا مفيدا وأنا أعتقد أن تغييب إيران والضغط من أجل تغييب إيران عن مؤتمر جينيف لم يسأل إيران بقدر ما أساء لهذا المؤتمر لهيبة الأمم المتحدة وأساء أيضا لمساعد قد تبدل من أجل حل الأزمة السورية طيب عظيم سيد سعد بن عمر في المرحلة المقبلة وربما هذا أثاره ضيفنا أمير موسوي في بداية هذا النقاش في المرحلة المقبلة إلى أي مدى مهم دور إيران أو يمكن لبلد مثل السعودية أن تلين من موقفها وتقبل بإيران على طاولة المفاوضات لابد أن نستوعب المرحلة التي تمر بها المنطقة المنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة هناك تحولات كبيرة في المنطقة هناك تثقيات لابد أن نستوعب هذه الدروس التي تمر بنا إيران لديها مشاكل طوال العشر سنوات الماضية لديها تأخر في التنمية لديها هذا وضع داخلي لماذا كان هذا الطلق السعودي والرفض السعودي لمشاركة إيران؟ إيران لن تستمر مهما طال المدى لن تستمر على طول خط بدعم السوريين وأعتقد أنها سترسل الرسالة هذه إذا ما قد رسلتها لن تستمر على طول خط بدعم السوريين من مال الشعب الإيراني ومن قوته ليجب أن يكون هناك رسائل حسب باعتقادي هناك رسائل للسوريين أن يجب أن تقفوا مع الشعب السوري في بحث الحلول لأن إيران إلى متى تستطيع أن تدعم الدولة السورية والجيش السوري والمقاتلي هناك يوميا مليارات الدولارات تصرف من خزينة الدولة السورية واعتقد أن لو لا إيران وروسيا خزينة الدولة الإيرانية كما نقول مكتا أدرى بسعابيا خزينة الدولة السورية أنا أقول لك خزينة الدولة السورية لذلك إيران لن تستمر على طول الخط في دعم النظام السوري إلى ما لا نهاية يجب أن يتوقف كل أمر يتوقف إلى حدة مرت بنا كثير من التجارب في الدول الولايات المتحدة جلست فترة طويلة وانسحبت من فيتنام هل يمكن أن تنسح بالسعودية إذا ما دخلت إيران أو إذا ما استدعيت إيران إلى المؤتمر هل يمكن أن تستمر السعودية باعتراضها على ذلك أولا حضور إيران للمؤتمر هو في حسب اعتقادي لأن كل الدول دعيت من البرازيل إلى هذا الغريب يعني كل الدول دعيت باستثناء إيران هذا لا يضير إيران هذا قد نفسره إيرانيا إذا كنا إيرانيين نفسر على أن إيران يجب أن تهتم بأمورها الداخلية أكثر مما تهتم بالأمور الخارجية ولكن أنا أقول أن الدعوية إيران والدول الأخرى نوع من الدعوة البروتوكولية إيران الآن ليس لها أهمية في الحضور لأنه من غد سيكون الحوار سوري سوري جميع الدول لماذا تحضر السعودية ولا تحضر إيران أيضا يعني هذا سؤال أعتقد أنه أو لماذا تحضر كل دول التوق ولا تحضر إيران يعني من آخر الدنيا واللي جنب سوريا يحضرونه إيران هناك فيتو من الدول العربية لأنهم يعتقدون أن إيران لها دور الرئيسي في منع التسوية في سوريا أو في عرقلة التسوية في سوريا أو هكذا نحن في إيران أقل شيء لم تكن في جامعة الدول العربية تركيا ليس في جامعة الدول العربية نستطيع أن نبرر نجد تبريرات كثيرة ولكن عدم حضور إيران أعتقد أنها ليست بهذاك الضرر على إيران عدم حضورها المهم هناك استبعاد نفسي وجود المعارضة تحاول مثلا أن تبرر عدم حضورها بعدم حضور إيران أمور كثيرة نقدر أن نفسرها أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة المطولة معنا سيد سعد بن عمر الكاتب والمحايل السياسي السعودي أيضا أشكرك سيد أمير موسوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية من تهران ومعن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي شكرا لكم جميعكم شاركتمونا هذه المسائية على مدى ساعتين